اتهم بيان جديد لقوات سوريا الديمقراطية قصد اتهم تركيا وما وصفهم بأنهم مرتزقتها بمحاولة استغلال القتال بدير الزور لمهاجمة مجلس منبج العسكري البيان تعهد بالاستمرار في مواجهة ما سمها الفتنة التي تفتعلها مرتزقة تابعة لبعض أجهزة الأمن السورية بدير الزور بحسب البيان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن ارتفاع عدد قتل الاشتباكات في ريف دير الزور بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحين موالين لقائد مجلس دير الزور العسكري إلى 54 قتيلا بينهم 6 مدنيين المرصد أوضح أن الاشتباكات المستمرة منذ يوم الأحد الماضي أسفرت عن قتل 31 من المسلحين المحليين الموالين لقائد مجلس دير الزور العسكري و13 عنصرا من قصد فيما أصيب ما لا يقل عن 45 آخرين وأشار المرصد إلى أن تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات سوريا الديمقراطية وصلت محيط مناطق الاشتباكات بريف دير الزور الشرقي وأوضح أن الاشتباكات تدور في مدينة البصيرة وبلدة ذيبان المقابلة لمدينة الميادين وبلدة الشحيل بريف دير الزور ويستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الأعجاب وتفعيل جرس التنبيهات